في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير أربعين ألف وحدة سكنية وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله بتوزيع ألفي وحدة سكنية على المواطنين أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على قدم وسائق من أجل توفير الخدمات الإسكانية موضحا أن الوحدات الإسكانية وفي اليوم السادس من بدء توزيعها على المواطنين المستحقين وصلت إلى ما يقارب 900 وحدة سكنية وأوضح الوزير الحمر أن مدن البحرين الجديدة ومنها مدينة شرق سترة تتمتع بمرافق وخدمات متميزة حيث توفر سكنا اجتماعيا يضم جميع المرافق والخدمات التي تحتاجها العائلة البحرينية من خدمات صحية وتعليمية وتجارية ورياضية وغيرها فضلا عن نماذج مخصصة لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة لافتا إلى أن مدينة شرق سترة تضم حدائق مخصصة للأطفال ومساحات مفتوحة إلى جانب أعمال التشجير والواجهات البحرية والشواطئ العامة والمسارات المخصصة للمشا والدراجات الهوائية وغيرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين الأساسية هذا وقد استقبلت الوزارة المنتفعين من أصحاب الطلبات المستحقة ضمن القوائم التي أعدتها بشكل مسبق وذلك لاستلام شهادات التخصيص بمشروع مدينة شرق سترة إلى جانب تسليم مفاتيح الوحدات بمشروع اللوزي الإسكاني في وطيرة عمل متسارعة ومستمرة تلبية لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم طبعا وزارة الإسكان استقبلت المواطنين لليوم السادس على التواليم منذ صدور أم سيدي صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 2000 وتقريبا أو شكلنا على استكمال 900 يعني تناصف العدد وإن شاء الله إحنا مواصلين وتواصل الوزارة الإسكان بكافة طاقة إن شاء الله لاستكمال أمر سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقع ساعدة وزارة الإسكان الحقيقة يعني له جهود كبيرة مميزة الحكومة الموقعة تولي اهتمام كبير لتوجهة جالة الملك بإنشاء 40 ألف وحدة ساكنية واليوم نشوف الفرحة على وجوه المواطنين ويسأل مشاهدات الاستحقاق وهذه فرحة وهذه من المنجزات ومثل ما ذكرت 50 سنة من الإنجازات الآن وهذه كلها يعني تضافر جهود وإحنا كمجلس نواب نتابع وندعم هذه الجهود ونتمنى ونرجو المزيد من الإنجازات في ظل قيادة الحكومة جالة الملك نفتخر بوجود مشاريع اسقانية كبيرة في مملكة البحرين وإن شاء الله مع القطط الاقتصاد والتعافي بالاقتصاد إن شاء الله سيكون مزيد من المدن ومزيد من طموح المواطنين وشهدنا هذه فرحة المواطنين باستلامهم وحداتهم السكنية اليوم نحن موجودين بدعوة كريمة من الوزارة الموقرة لتسليم المفاتيح الوحدات السكنية وشاهدات الاستحقاق للمستحقين من المواطنين وقد لامسناها بفرحة صراحة جميع الأسر فرحة بهذه الوحدات وخاصة بالتزامن مع أفرح المملكة بالأعياد الوطنية